عن كولر بعد المباراة كولر تقدر تقول انه عاقب اللعيبة بانه حرص على انه يعمل حصة تدريبية في استاد القاهرة بعد المباراة مباشرة كنوع من العقاب للعبين اللي شاركوا في المباراة والبودلاء مش بس البودلاء او اللي ما شاركوش الفرقة كلها بعد ما دخلوا قط اللبس تعالوا لي بقى نخرج تاني ونعمل الحصة التدريبية بتاعنا كولر استحب اللاعبين في حافلة الفريق الى مقر النادي مرة تانية للتتش وقالهم مش هنمشي من الاستاد هنمشي من التتش من هناك يمكن دي عادة في حالة الخسارة وفي حالة التعادل دايما بيعملها مرسيل كولر ما تكلمش مع اللاعبين لكن اجل اي حديث الى تدريبات الغد بعد الراحة اللي خدها الاهلي النهاردة علشان يتكلم عن الاخطاء الفنية وبعد كده التدريب وبعد كده السفر مباشرة ان شاء الله الى الكنجو الديمقراطية في نفس اليوم بكرة لمواجهة مازنبي الكنجولي ساعة 3 عصر يوم السبت ماذا عن تحرك مجلس ادارة النادي الاهلي ولجنة التخطيط رقم واحد الاجتماع اللي كان مقررا النهاردة كان مقررا من قبل ماتش الزمالك والاهلي ما يتلعب رقم اتنين الاجتماع لم يتم بشكله الكامل يعني ايه يعني الاجتماع لحد مبارح قبل الماتش كان متفق ان يكون الاجتماع ده بيشهد وجود لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي والمشرف على فريق الكرة ومستر مارسيل كولر لكن طبعا بقى اعضاءها المختلفين مع وجود الكابتن خالد بيبو لكن بعد المباراة مارسيل كولر اعتدر وطلب تأجيل هذا الاجتماع لبعد العودة من رحلة الكونجو الديمقراطية فتقدر تقول ان اتعامى الاجتماع بس بنص اجتماع يعني اول ما اجتمع الحضور ابلغوا بعدم حضور مستر مارسيل كولر المدير الفني للاهلي بسبب الارهاق وبسبب التركيز في التحضير للمباراة المهمة المصيرية المقبلة ولكن ادارة الاهلي متحفزة على تراجع مستوى الفريق مش متش مبارح هي طبعا المباراة مبارح القت بضلالها على هذا الاجتماع لكن هي بيتكلمه بشكل عام على المرحلة على التعصر في الدوري قدام ام بي والبنك الاهلي والنتائج او الاداء حتى غير المرضي قدام زد رغم الفوز وقدام سيمبا رغم الفوز فالفكرة بشكل عام في المرحلة دي فإدارة الاهلي متحفزة في القصة دي وهتجتمع مع كولر لابلاغه ببعض المشقرارات لكن ابلاغه ببعض الملاحظات على مستوى التدوير بيتم ازاي على مستوى كيفية التعامل مع غضب اللاعبين اللي ما بيشاركوش بانه مش معنى ان حد زعلان انه لازم يشارك يعني مش معنى انه محمد هاني زعلان فلازم يلعب فعمر كمان عبد الواحد الباك اليمين في الماتش اللي فات كان رجل المباراة لازم هو كمان يلعب فألاعب اللي اتنين هيتكلم معاه في فكرة انه ممكن ترضي اللاعبين لكن بما لا يضر الفريق وهيتكلم معاه كمان في بعض النقاط الاخرى المرتبطة بفكرة التدوير انه ازاي ما يأثرش على مسيرة الفريق وطبعا انتوني مودست قلنا لكم من زمان قوي ان الاهلي مش هيجدد لمودست السنة اللي جاية في العقد اللي هو متفق انه ممكن من حقه ولكن ولكن الراجل فضل مصمم وقعد يتكلم على اهمية مودست وعلى انه بيثق ثقة كبيرة جدا في انتوني مودست فبيلعبوا فهنا ادارة الاهلي ولجنة التخطيط بتشعر بانه القصة بتضر الفريق ثقتك في اللاعب ما عندناش مشكلة فيها لكن بما لا يضر فريق النادي الاهلي وانه مبرح وسامب وعلي اظهر فارقا كبيرا في شكل هجوم الاهلي سواء لما الكرة كانت معاه او مش معاه وانه استمرار الدفع باللعب هيورط الاهلي حتى في تجديد تعاقد اللاعب لمدة سنة تانية تبقى للاتفاقات او لبنود العقد وانه خلاص الفريد الوقت متضرر وبالتالي استقروا على ابلاغ الرجل بفكرة انه مودست ما يبقاش موجود معنا في الموسم المقبل وهيبلغ او هيتم ابلاغه بهذا الامر عشان ما يتمش تفعيل التجديد للموسم اللي جاي